السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم أيها السابقون في دروس السابقين وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه وريو ذلك والقادر عليه حقيقة هنبدأ من النهاردة ونهاردة الحلقة رقم 24 والليلة هتبقى ليلة وترية فزينا تعرفين ليلة الأدر في العشر الأواخر في الوتر منها 21 23 25 27 29 وإن كانت ليلة 27 هي من أكثر الليلة ممكن يكون فيها ليلة الأدر لكن ليست هي ليلة القادر تحديدا وإنما تنطق الليلة القادر كما هو الراجح من قول العلماء أهل العلم إنها تتنقل وتنتقل من ليلة إلى ليلة في الليلة الوترية فأسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم ليلة القادر النهاردة هنتكلم عن طلب العلو الهمة في طلب العلم وإحنا قلنا تكلمنا بقى عن علو الهمة الشبهات والصبيان والشيوخ والنساء وربنا يجمعنا وإياكم على خير فعايزين نتكلم ناظ بقى في حاجات عملية علو الهمة في طلب العلم لا يمكن حد هيعرف يعبد ربنا من غير العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قطوا العلم درجات فلابد إن الإنسان يرتقي بالعلم في عبادة الله سبحانه وتعالى كلما تتعلم أكتر كلما تعرف ربنا أكتر على علم سبحانه وتعالى ولذلك نبدأ الحديث النهاردة بحديثين بس بعدما تصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث الأولاني في البخاري المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده منطوك الحديث يبقى مفهوم الحديث من لم يرد الله به خيراً لن يفقهه في الدين يبقى لو أراد الله عز وجل بك خيراً يفقهك في دين الله سبحانه وتعالى حديث الثاني وهو ده اللي هنقف معه شوية حديث رواه أحمد التلميلي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر إنما عز وجل في الحديث ده بيقسم الدنيا ده كلها الناس كلها اللي في الدنيا دي لأربع أنواع من الناس عالم وعنده فرس كتير جداً غني رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة فهذا بأعلى المنازل من اللي قال كده ده حبيبك متصال عليه صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني بقى عز وجل زيك جداً ورجل آتاه الله علماً ولم يؤتيه مالاً عالم بس فقير فهو صادق النية خب بالك بقى فهو إيه صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعله مثل ما يفعل شفت الهمة العالية واحد عالم فقير فقول هو بيبص بواحد عالم تاني غني أو لأي واحد غني بيعمل خير فقول يا والله لو عندي زي اللي عنده أخسم بالله لو كنت يبني مسجد زيه وأعمل درق ايتام وأجوز الشباب الغلابة دولت وأعمل كذا وكذا وكذا فيأخذ نفس الأجر من اللي قال كده ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال صلى الله عليه وسلم فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء يا الله فهما في الأجر سواء قال الاثنين زيبع طب التالت التالت بقى رجل آتاه الله عمالا ولم يأتيه علما رجل غني جدا جدا لكن لا عنده علم ولا عنده دين ولا أي حاجة فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل إنسان بيستخدم ماله بقى أيزا بالله في الشهوات والبعد عن ربنا والخمر والنساء وكلام ذا كله ولا يستعين بهذا المال على طاعة ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل والرابع رجل لم يؤته الله مالا ولا علما لطال دنيا ولا أخرا أخذ ذلك فهو يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان اللي هو اللي قبله اللي هو التالت فأفعله مثل ما يفعل يعني كنت يقول يريت عندي فلوس عشان أعصى ربنا زي ما هو بيعصى ربنا يريت عندي فلوس عشان أعمر كذا زي ما هو بيعمر كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الوزر سواء الشهد من الحديث عايزين أخبر منه الأولاني والتالت الأولاني رجل آتاه الله إيه مالا وعلما تمام فهذا بأعلى المنازل والتالت رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهذا بأخبث المنازل وإن اللي خلت يا جماعة في أعلى المنازل اللي هو الأولاني وإن اللي خلت الثالث في أخبث المنازل العلم الفرق بين الأولاني والتالت العلم ده ربنا يداره مال وعلم فاستخدم المال في طاعة ربنا وفي القربة من ربنا وفي كل شيء يرضى ربنا سبحانه وتعالى الثالث كان عنده مال بس ما عندهش علم فاستخدم المال في كل ما يغضب الله يبقى إيه الفرق ده عنده العلم فالعلم يخلد ذكرى صاحبي والعلم يحرصك أنت ولذلك سبحان الله أسألك سؤال وأسألك سؤال أكيد طبعا كلنا عارفين مين هو الإمام مالك وعارفين الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام الشفاعي والإمام البحاني فإلا أئمة الكبار ده العارفينهم هل ما كانش فيه ناس أغنياء كانوا عايشين في زمن الإمام دولت بالطبع أكيد أكيد في كل زمن بيبقى فيه ناس عايشين أغنياء يعني ده الدرجة ولا حتى كان طالب علم وإنما كان دائما في صحبة أهل العلم كان من صاحب أمين شيخ الإسلام عبدالله بن مبارك ومشاء الله يعني كان لي صحبة طيبة فأنادع على ابن الأولى أمام البخاري قال يا بني والله لقد طرقت لك ألف ألف يعني مليون والله ما أعلم فيه ذرهم فيه شبهة يعني المال اللي عندي ده كله من حلال صرف لا فيه حرام ولا شبهة حتى كان فيه أغنياء كتير جدا عايشين في زمن الإمام بخاري والزمن الإمام مالك والزمن إيمة دولت طب إيش ما يعني نحن نعرف الإمام دوت والإمام دوت والإمام دوت والإمام ده ولا نعرف أحدا من الأغنياء لأنه كما قال القائل المال العلم يخلد ذكرى صاحبه والمال لا يخلد ذكرى أحد أبدا خدتوا لكم المسألة عاملت إزاي جماعة عرفنا العلماء ولم نعرف الأغنياء وخلال سبحانه الله فهي دي المسألة العلم خير من المال فالعلم يحرصك وأنت تحسن الكتب الأئمة وعلم الأئمة موجود بين أدينا حتى الآن نقرأ ونترد عنهم ونترحم عليهم وربنا يرحموا وربنا يرضى عنهم ربنا يجزيه عننا كل خير الله يجعلنا في ميزان حسناته وانت تصنف الكتب وأنا يعني عايش حياتي كلها في تصنيف الكتب فأنتقل ما بين كتب الأئمة ما بين هذا ما بين ذك وأدعو لهم دائما فمش أنه الوحد ام ولايين يدعو الأئمة فكل هذا بسبب العلم العلم عروه والهمة في طلب العلم اسمع لك أم حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الرؤمن هاقيا في سند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل إيه مسلم زيادة بعضهم ومسلمة يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة زيادة كلمة مسلمة ديت زيادة ضعيفة لا تثبت في كتب زي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أظن الكلام واضح أنه هو للذكور لكن هو للذكور والإناث صلوا كما رأيتمون ونصلي كلام للذكور لكن هو للذكور والإناث فكل حكم الشرع وكل تكليف يشمل الذكر والأنثة إلا ما جاء دليل يخص الأنثة أو يخص الذكر فهي دي المسألة طلبوا العلم فريضة على كل مسلم وشوف بقى أنه بعثنا ما بقول لك كما عند مسلم ومن سلك طريقا امشي بس في طريق وطلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني طلب العلم هي وصلنا إلى الجنة طبعا لأن طلب العلم هيعرفك إزاي تعبد ربنا فلما تعبد ربنا هيعرفك إزاي تدعو إلى الله فلما تدعو إلى الله تضمن بفضل الأسحاء تعالى اللي فيه ناس كتير يبقى تنزل حسناتك طلب العلم فريضة وطلب العلم طريق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى تعالى نشوف أمثلة بقى ونماذج جميلة جدا فيه ناس كانوا حارسين على طلب العلم ومن أول هؤلاء طبعا أنبياء الله ورسله صلاة رب وسلامه عليهم أجمعين سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر والخضر الراجح من أقوال أهل العلم أنه نبي يعني لأنه في آخر الكلام مع سيدنا موسى قال أنا ما فعلته عن أمري يعني كل هذا الكلام الذي فعلته الآن وأنت تستغربه هذا كله فعلته بواحي من الله إلي فهذا يدل على أنه نبي وليس رجلا صالحا فحسب كما قال بعض الناس سيدنا موسى لما ذهب إلى سيدنا الخضر معلوم يقينا يعني لا يختلف على هذا اثنان أن سيدنا موسى أفضل من الخضر صح الله سيدنا موسى رسول الخضر نبي سيدنا موسى من أول العزم الخمسة أول العزم الخمسة دول صفت الرسل كلهم يعني هو سيدنا موح سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا إبراهيم سيدنا محمد ثم اصطفى المولى عز جل من أول العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا ثم اصطفى محمدا على العالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلواته رب وسلامه عليه سيدنا موسى لما راح للخضر عايز يضط بالعلم على الأديب في مسألة معانا أو في بعض المسائل قال له هل أتبعك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة شوف التواضع في طلب العلم ده مدرسة الوحدة الآية دي الوحدة مدرسة هل أتبعك فجعل موسى نفسه تابعا والخضر مدبوع والمدبوع المفوضة منه أعلى من التابع فده من تواضع سيدنا موسى الانسان لم يحط له بالعلم ميرحش للشيخ خط له بالعلم هو بيكلمه بأنفة وكبري لا يتكلم بطواضع وبأدب جم فمزا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت يعني كأنه بيقوله زي ما ربنا علمك علمني كأنه بيذكر وبيفضل ربنا عليه فمن باب أن أنت تحدث بنعمة ربنا انفع الناس بهذا العلم ولا تكتم هذا العلم على أن تعلمني مما علمت رشدة يبقى أختار أفضل العلم فده موضوع كبير جدا موضوع الآية دينا وحبنا نشرحها نعرفها سعتين ثلاثة نتكلم فيها لفظ لفظ كده عشان نتبين المعاني الجميلة التي قالها موسى عليه السلام قال نبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل لم يأمر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في أي شيء إلا العلم وقل ربي زدني علما وقل ربي إيه زدني علما الكلام ده لما يكون لنفسه لا يطلب الزيادة إلا في العلم إنما لو لأمته فاكر أنت قصة 90 ألف اللي يخشه جانب غير حساب ولا عذاب قال فاستاذدت ربي بس مين للأمة مش لنفسه إنما لو لنفسه ما طلبش منه الزيادة إلا فيه في العلم فقط وقل ربي إيه وقل ربي زدني علما سيدنا عمر الخطاب ودول تلميذي نابع السنان طبعا لما يتعلموا هذا الكلام من نابع السنان شو بقى يعني إيه تجد بقى المسائل واضحة جدا كانوا يعملوا بالتجارة والزراعة وإلى غير ذلك وكانوا في نفس الوقت بتقول العلم على إيديني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان ليه جار بالأنصار فكانوا بيشتغلوا مع بعض هما الاتنين فيقول له إنت تنزل عن نابي يوم وتتعلم منه وتيجي تحكين له أرغولك وأنا أشتغل واليوم الثاني أنا أنزل واشوف نابع السنان قال إيه واجه أبلغ بيه إيه بقى حصنا العلم وفي نفس الوقت الشغل ما تعطلش وده زكاء شديد جدا من سيدنا عمر فكان بيتناوب يوم بعد يوم مع هذا الصحابي الجليل سيدنا عبدالله بن عباس حبر الأمة وترجمان الكرآن رضي الله عنه وردان يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا النبي عسلم دعاله دعوة يعني يعني دعوة سبحان الله يعني قال اللهم ثقهه في الدين وعلمه التأويل فكان حبر الأمة وترجمان الكرآن على الإطلاق سيدنا عبدالله بن عباس لما تقرأ في سرطه شيء عجيب يعني في كتاب أصحاب الرسول تجد مثلا إيه لقاءه مع الخوارج بيتكلم كلام والله العظيم شيء عجيب يعني حتى أن أحد الصحابة قال والله لو كان الفرس والروم قد اجتمعوا عن بكرة أبيهم واستمعوا لابن عباس و هو يتكلم لأسلمة الفرس والروم في لحظة واحدة من كلام اللي هو كان بيقوله كان شيء عجيب جدا درجة أنه مرة مرات بس جلسة يخطب ويكلم الناس من الظهر إلى المغرب ما كان ينزل إلا للصلاة فقط كلام متواصل كده بيتكلم في بعض المسائل ده و يزكرهم بالله سبحانه وتعالى علم بحر علم بحر علم سيدنا عبدالله بن عباس بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بن عباس بيقول لما قبض الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه جارلية من الأنصار فقلت لو هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير تعالى بقى نسأل علماء الصحابة و نتعلم على قديهم هم النار ده كتير مكرم و نضمشي اللي يحصل فقالوا هل الناس في حاجة إليك يا ابن عباس يعني تطلب علم ما هم موجودين الحمد لله قال ابن عباس فضللت أطلب العلم و ذهبت إلى زيد بن ثابت وإلى فلان وإلى فلان وقعد يطلب العلم لحد دم كتير من الصحابة دولة ماتوا وبقي ابن عباس قال هذا الرجل فلقد رأيت ابن عباس رأسا في العلم بعد ذلك يجتمع الناس إليه فقلت والله لقد كان هذا الغلام أعقل منه ياريت نعمات زي ما هو عمل سبحان الله سيدنا معاذ ابن جبل حكينا عن أبو كده أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام ومات ولم يتجاوز من العم ثلاثا وثلاثين سنة ويعني كما جاء عند ابن سعد بسناد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معاذ ابن جبل أمام العلماء رطوة يعني درجة ومنزلة يوم القيامة وقلنا سيدنا أبو هريرة أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقط ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها بإطرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وده بذكرني كده موقف جميل كده أحد مشيخنا بيقول كنت لازم من بلدي ومسافر مصر وكده وبعدين استماعت يعني خلاص سلسة الجمعة فضل الله عشر ده قلت أخش مسجد أصلي فيه يعني المهم بدخل فلقى واحد خطيب ما شاء الله صوته جهوري جدا ومؤثر جدا ومنفعل على المنبر وعن ما لأخطب وزعه وشاف إيه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك وعن أبي هريرة وعن ما الممن صارت حواني عشرين حديث كلهم ضعف ما فهمش ولا حديث ينفع وفيش ولا حديث صحيح فمعدما خلصت الخطبة دخل على الأخذ كده بكل أدب وكل رحمة سلام عليكم يا أخي ما شاء الله بارك الله فيك إحساسك جميل واصلوبك عالي وجميل ما شاء الله ربني ينفع بيك وفيه عن أبي هريرة ضعيف قال له أيما عن أبي هريرة بس ضعيف واصل اللي عايز يجد على النبي على السلام وهي جيرو حديث مش هيقول عن أبي لمعة يا أفهم ازاي لازم يقول لأبي هريرة أنا سبب ملائك ابن عمر كده يعني قالوا كلها حديث ضعيف قالوا ليه قالوا الحديث ضعيف حشان فيه كذا والتاني حشان فيه كذا وثالث حشان فيه كذا وأنا أخوك الشيخ فلان المهم الشيخ في الموضوع يعني إيه قال له في الأول بيقول واصل ده أبو هريرة أبو هريرة مش عنده حديث ضعيف خالص يعني فمزاي قال له طب خلاص خذ عنك الحديث عن أبي هريرة تمرفوعا أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عرفتم قدر الجرجير فازرعوه تحت السرير قال له لا ده حديث ضعيف قال له مع أبو هريرة برضو مش هو ده أبو هريرة وده أبو هريرة فقال له يا أخي ربنا جار فيك الإنسان اللي عايز يكذب على النبي على السلام لازم يصدر بداية الحديث بواحد من الصقاط أبو هريرة ابن عمر ابن عباس فكذا يعني يعني فلا الشهدين سيدنا أبو هريرة ملأ الدنيا بعتر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات فقط رضي الله عنه ورضاه سيدنا جابر إن عبد الله العايز بس أوضح لك كلمة الصحابة في الطلب الإيمة كانت عاملة إزاي جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن قليس في بلاد الشام تكلم جد أبو الله يقرأ في سير جابر بن عبد الله رايح من شوف من مدينة لحد بلاد الشام على الجمل بتاعه ولا على الدبا بتاعته عشان سمع إن في حديث هو ما سمعهش من الله باع السلام واللي سمعه منه عبد الله بن قنيس راح لعبد الله بن قنيس خد منه الحديث والسلام عليكم ومش على طول مين تاني عمل الموضوع دوت أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري اللي ضيف نوع السلام عنده سبع شهور أبو أيوب الأنصاري راح لعقبة بن عامر في مصر ليه سمع إن عنده حديث واحد هو ما سمعهش يا سبحان الله أمان إحنا النهاردة جماعة ده عندك عرف صحيح البخاري وصحيح مسلم وصنن الترميدي وصنن ابن ماجا ومسنن الإمام أحمد وكل الكتب دي كلها وبكل أسف موجودة في بعض البيوت زينة من باب الدكور اللي محطوط في البيت رغم إن كتاب الإمام بخاري ده لوحده يعني إحنا لسه هنيجي أقولك عنه ده لت حاجات عجيبة جدا الإمام المخاري يعني قد إيه تعب في الكتاب ده ورغم ذلك كتير من الناس مش عارفين قيمة وقدرها دي الكتب بكل أسف كان فيه واحد يسمه الإمام عبد الرحمن ابن القاسم الإمام عبد الرحمن ابن القاسم ده جماعة قصته عجيبة جدا كان متجوز جديد ديسه وهو طالب علمي نجيب جدا وزوجته بقيت حامل ساب زوجته هو حامل ورح يطلب العلم عند الإمام مالك في المدينة من ورا قاعد عند الإمام مالك نسي نفسه هناك من روعة العلم اللي شافه هناك قاعد عند الإمام مالك 17 سنة كانت بلده طبعا ولدت وابنها كبر وبقى عنده 17 سنة إنه هو سبب الأمل أخير يعني سبحان الله وبعد 17 سنة يفاجأ عبد الرحمن ابن القاسم بواحد داخل على مجلس الإمام مالك وهو يقول أين عبد الرحمن ابن القاسم فوقف الرجل قال ماذا تريد قال أنت عبد الرحمن ابن القاسم فقال أجل ماذا تريد قال أنا ابنك فلان الفلان الذي طرقتني حملا في بطن أمي منذ 17 عاما وها أنا الآن آتي لأطلب العلم على يد الإمام مالك فاحتضنه وبكى الأب وبكى الولد وتشابكت الدموع وليس الذي يجري من العين ماءها ولكنها روح تسيره فتغطره يا الله سابوا عشان نطلب العلم طبعا لحنا نقولش الناس تسير ببلاد بقى ويروحوا تسيروا العلم يعني كلام ده شرعا حتى لا يجوز يعني سأنا أقولك قدي نهموا لطلب العلم ده لتنسجني فمزاو قاعد 17 سنة في طلب العلم الإمام النووي طبعا الإمام النووي ماته سن صغير مات عنده 45 سنة ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها علما يامنا ورحمة الله رحمة الله ورحمة الله ساعة يعني لما تعطي طب كتب الكتب دي كلها أنت طب ألف ده كله صنف ده كله أنت سبحان الله كان يقول كنت في بداية الطلب لسه في بداية طلب العلم بيقولكم أنت أجلس وأستند إلى الكتب وأقرأ خبالك فلا أنام على جنبي عامين كاملين بيقول لك عمري ما حطيت جنبي كده على الأرض ولا حتى على سرير سنتين كاملين في بداية طلب العلم كنت إذا أردت أن أنام أستند إلى الكتب ساعة ثم أقوم وأتقوم المسيرات في طلب العلم جاء الإمام النبوي ورحمة الله رحمة الله وساعة كان واحد اسمه عبيد ابن يعيش هذا الرجل بيقول أعدت تلاتين سنة تلاتين سنة ما كلش لقمة بأيديها إزاي كان يعود يصنف في الحديث وأخته تأكله بأيديها ليه ما عندهش وقت تخيل ما عندهش وقت يمسك اللقمة كده يكلها إنه ما فيش وقت فقاعد عمال يكتبه هي يتأكله هو بيأكله خلاص وتشربه يعني يفهم إزاي والموضوع معدي يعني إذا ما عندهش وقت يأكل نهارده في نس الله أكبر ممكن يقعد يأكل بالتلات أربع ساعات ويقوم وحاسس يعني إن هو تظلم وتخضم حقه في الدولة دي ويته مش حايش وكده يعني كان في واحد اسمه شام ابن عمار أنا عمال أتقول لك الأمثلة عشان الهمة تطلع تطلع أسنصيرك أو همتك همتك دي هي اللي توصلك لجنة الرحمن بعد رحمة الكريم جل جلال شام ابن عمار في يوم الأيام كان لسه طفل صغير يعني صبي صغير ورح يطلب للمعلادي الإمام مالك فقال للإمام حدثني فقال بل اقرأ بل اقرأ أنت فقال بل حدثني أنت فقال بل اقرأ أنت فالمم حدثني بل اقرأ فالمم الإمام مالك رحمة يدي غلام من عنده قال له يا غلام خذه وضربه 15 صوت ربه 15 ضربه رح ضربه 15 ضربه رح داخل عليه الشام ابن عمار قال لقد ظلمتني ولست مني في حل والله لست أنا مش مسمحك ويوم اليام بقى فيه مظلمة وقف أنا وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى واختص منك فقال وامل مخرج يا غلام ده خرجني من المظلمة كانوا بيخاف كان موضوع مظالم ده موضوع دم صيبة فمزاي اني نوع سامك ما عنده ونصف قال أتدرون من المفلس قال المفلس وفينا من لا درهم الله ولا دنر قال المفلس ومن أمتي من يأتي يوم القناة بحسنات بصلاة وصيمن وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وصفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسنات فإن فانيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت علي ثم طرح في النار فقال له أنا مش بسمح قال له طبرة العمالة إزاي قال له دايما ما خاليته يضربني 15 ضربة تحدثني بهم 15 حديث قال له خلص فحدثه الإمام مالك ب15 حديث فتبست ما شام بن عمار وقال زد من الضرب وزد من الحديث يلا الشغل ضرب وشغل الحديث يعني رحمة الله عليه رحمة وسعب تعالي نوع نختم الدرس ده بوقفة جميلة مع الإمام البخاري الإمام العلم الإمام العلم بجد فعلا الإمام العلم بيقول والله ما وضعت في كتاب الصحيح لو صحيح البخاري ما وضعت فيه حديثا إلا وتوضعت إلا واغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ثم أكتب هذا الحديث يا الله عشان كده هو أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري حتى أن العوام نفسهم يعرفوا قدر الإمام بخاري تيجي كلمة واحد يقوله كلمة يقوله اكتبت فيه يقوله أنه أغلطت في البخاري هذا لعظم قدر الإمام البخاري في قلوب طلبة العلم والعوام سبحان الله الإمام الذهبي بيقوله بقى حاجة حلوة عن صحيح البخاري اللي ناس كتيرا مش عارف قمته بيقوله والله لو رحل رجلي على مسيرة عام كامل ليسمع صحيح البخاري ما فرط أبدا ما كانش يعتبر مفرط ولا منضيع الوقت لو أعدت سنة لو ركف فرصك كده وماشي لمدة سنة عشان توصل لمكان المكان ده هتسمع فيه صحيح البخاري قال ما فرط أبدا كان فيه اثنين بيطلبوا العلم معلمان البخاري فكان هم يكتبوا قل بقى هم يكتبوا الحديث اللي يسمعوها والإمام البخاري اللي لا يكتب بعد مما كتبوا فترة قبلة جدا قالوا له لا أنت بتضيع وقتك وبتفرط في العلم وبتضيع عمرك على الفاضي قال لهم ازاي قال لهم حلم يكتبوا وانت بتكتبش قال لهم كتبتوا كم حديث فقالوا كتبنا خمستاشر ألف حديث قال هل تظنون أني أضي عمري فيه لا شيء والله لقد حفظت الخمسة عشر ألف حديث قالوا ازاي قال لهم أتشوف فظل يسرد عليهم الحديث الحديثة تلوى الحديث حتى يسرد عليهم خمسة عشر ألف حديث بالمتن والسنة لا دا نقول لك على الحكاية أعجب بقى من خيال ونختم بقى درس الليلات الليلة بخاري لما رح رحلة في بغداد فاجتمع أهل الحديث بقى علماء الحديث وقالوا دا الإمام البخاري وصل وكي يتعالوا ونتجمع حبوا يقوموا حيلها كده بسيطة عشان يعرفوا هل الإمام البخاري دا فعلا قدروا فعلا بالمنظر دا هل هو يستحق أن يكون أمير المؤمنين في الحديث ولا هي يعني بس سيتو خلاص سيتو ولا الغنى فرحوا جايبين مئة واحد من طلاب العلم وكل واحد حفظوه حديث بالمتن والسند بالمتن من إمام البخاري تقضم الأولان فقال الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هرير أن مياس عصام قال كذا فقال لأمام بخير لا أعرفه والتاني لا أعرفه لا أعرفه ميت حديث فكاد الناس أن يفتغوا هو ده الإمام بخاري يتعرض عليه ميت حديث لا يعرفونهم حديثا واحدا لا 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 ده يعني ده فعلا نصيته ولا الغنى ده أكيد الإمام ولا يحاها خارس فهو لما رأى عشبهم قال شوف بقى شوف الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها الإمام البخاري ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله قال أما الحديث الأول فقد قال فيه هذا الرجل أنه عن فلان عن فلان عن فلان وهذا الإسناد ليس صحيحا وإنما الإسناد صحيح عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وأما الحديث الثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا لحد مصرد الميت حديث بالسند الغلط اللي هم قالوا وقال لهم السند الصحيح يعني حفظ الميت سند غلط هو واقف وقال لهم الميت سند الصحيح وهو واقف رحمه الله رحمة واسعا دي كانت همسة يسيرة كده عن بعض النمازج التي كانت حريصة على طلب العلم وما زال الباب مفتوحا عشان نكمل الحلقة اللي جاية برضو عن بعض النمازج في علوه الهمة في طلب العلم حتى نعلم قدر العلم وقدر العلماء وقدر طلب العلم وان انت كلما ارتقيت في طلب العلم كلما ارتقيت في درجات الجنة كلما اكتركت من الله عز وجل اكثر واكثر انما يخشى الله من عباده العلماء صلى الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من العلماء العاملين المخلصين المخبتين الذين لا يفعلون هذا الامر ولا يتعلمون الا ابتغاء مرضات الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله